قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة إن الحكومة المصرية أعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية وأكد وزير البترول خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة قال إن الغاز المصرية يلعب دورا مهما في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة من خلال تصدير الغاز الفائد